إذن ثمن ثلاث قطع جبن هو خمسة واربعون دينار جزائري ما هو ثمن سبع قطع ثم قالنا أكمل الجدول إذن هذا الجدول جدول التناسبية طبعا إذن عدنا أول حاجة ثمن ثلاث قطع جبن هو خمسة واربعون دينار جزائري ما هو ثمن سبع قطع لاحظوا أطفالنا سنفعل عملية سهلة جداً وهذه العملية تسمى بالعملية الثلاثية لاحظوا فقط قالونا ثمان ثلاث قطاع جبن إذا نتبعوني مليح نكبر لكم ثمان ثلاث قطاع إذا نلاحظوا نكتبها ثمان ثلاث قطاع ثلاث قطاع جبن كم نفعل سهم خمسة وأربعون دينار جزائر ثمان ثلاث قطاع إذا ثلاث قطاع جبن نشريهم بخمسة وأربعون دينار جزائري حتى باش نفهمهم لاح نهضر لكم بالعامية إذا نكرر ثلاث قطاع جبن نشريهم أو أشتريهم بخمسة وأربعون دينار السؤال ما هو ثمن سبع قطاع هنا يا رح نكتب القطاع وهنا رح نكتب الثمن إذا هنا ثلاث قطاع الآن نكتب السبع قطاع كم ندرسه هنا يجب أن نحوص 7 قطع هنا يجب أن نحوص أطفال سوف نجيل من هنا من هنا سوف ننشي بهذه الطريقة هذا يدخلها في رأسكم مليح نحوص أطفال من اللهن نقوم بعملية الدرب ومن اللهن نقوم بعملية القسمة هذا قانون يجب أن نتبعه يسميه العملية الثلاثية نقوم بعمل هذا نقوم بعمل هذا نقوم بعمل هذا إذا نحن ندل العملية الثلاثية سبعة درب خمسة وربعين سبعة أضربها في خمسة وأربعون بين القوسين نقسمها على ثلاثة إذا نقوم بعمل هذه خمسة وأربعون درب سبعة سبعة في خمسة خمسة وثلاثون سبعة في أربعة ثمانية وعشرون تسعة وعشرون تلاتون واحد وثلاثون إذا ثلاثمائة وخمسة عشر نقسمها على شعار إذا هذه دربتها سعيد سنقسمها الآن على ثلاثة إذا نقسمها على ثلاثة ثلاثة قسمة ثلاثة واحد واحد في ثلاثة 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 نقص ثلاثة صفر ننزل الواحد واحد نقسمها على ثلاثة لا نستطيع وقلت لكم كما نقدروش نقسمه على عدد نديروه صفر صفر درب ثلاثة صفر واحد نقص صفر واحد ننزل خمسة الآن خمسة عشر قسمة ثلاثة جدول دربتها ثلاثة طبعاً كاين نضربوه في خمسة خمسة في ثلاثة خمسة عشر خمسة عشر نقص خمسة عشر إذن صفر كم يساوي؟ مئة وخمسة إذن هادي هادي نضربوها في هادي نقسمها هادي نصيبه مئة وخمسة إذن سبعة قطع جبن يشتريها بمئة وخمسة دينار كاين هاد الطريقة ممكن أن تصبوا طريقة المعامل يعني رهي الأعداد صغيرة نقدر أن يحوس المعامل مثلاً نعطيكم طريقة أخرى قالونا ثلاث ثلاث قطع جبن يشتريها بخمسة وأربعون دينار أشعال يشتري سبعة قطع ما لا بنش هنا يا باش متلاتة رحت لخمسة وأربعين فاش ضربت ثلاثة فاش ضربت ثلاثة بأس ضربت ثلاثة بس ضربت خمسة وأربعين لو كنا نجيب خمسة وأربعين نقسمها على ثلاثة أقسمها على ثلاثة واحد واحد خمسة عشر إذن ضربتها في خمسة عشر ثلاثة ضرب خمسة عشر يساوي خمسة وأربعة إذن هذه أيضا نضربها في خمسة عشر هذا يسمى معامل التناسب خمسة عشر إذن رح نضرب سبعة أو خمسة عشر ضرب سبعة لكي تكون معاملية الدرب تبديلية سبعة في خمسة خمسة وثلاثون سبعة في واحد سبعة والواحد عشر لحظة مئة وخمسة إذن ثلاثة جبل يشرهم خمسة وربعين سبعة يشرهم بمية وخمسة دينار إذن هذه الطريقة عدنا الطريقة التلاتية هذه تسمى بالطريقة التلاتية نضرب سبعة في خمسة وربعين نقسمها على ثلاثة إذن نروح نجي هك منجي هك أو عدنا طريقة استخراج المعامل يعني نشوف من ثلاثة واحد من ثلاثة لخمسة وربعين يعني فاش ضربت ثلاثة فاش ضربتها بسُبت خمسة وربعين يعني ضربتها في خمسة عشر إذن عملية حسابية فقط ضربتها في خمسة عشر إذن هذه أيضا نضربها في خمسة عشر نصيب بشعل الجيني هذا هي الآن نعمر الجدول إذا لدينا ثلاثة لتحت نضر و للفوق نقسم هذه لكي نسقط من اللهن من الخانة الفوق إلى الخانات من الخانات لكي نضرب و من الخانات لكي نضرب نقسم إذا ثلاثة نضربها في خمسة عشر نصبنا عامل تناسبية ثلاثة إذا هذه ثلاثة ضرب خمسة عشر يساوي خمسة وأربعون إذا هذه خمسة عشر هي معامل التناسب سنضربها كامل في خمسة عشر إذا ثلاثة 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 ضرب خمسة عشر خمسة وربعين أو خمسة وربعين نقسمها على خمسة عشر نصبه ثلاثة إما نضرب في معامل تناسب أو نقسم على معامل التناسب بعد ما نوجد معامل تناسب إذا نواصل نحن نضربه في معامل التناسب فقط عبارة عن عمليات إذن 480 نوصل هنا لا يوجد الفوق وقلنا من التحت للفوق نقسمه على معامل التناسب إذن 150 نقسمها على 15 عشرة نحن نقسمها على 15 كم أسبعة وثلاثون وقلنا من التحت نضربه في معامل التناسب إذن 16 نضربها في 15 إذن 200 واربعون وهنا نقسمها على 15 نحسب إذن نقسمها على 15 نستخدمها على 15 إذن عمرنا الجدول تناسبية نضربه ونوصل إلى 30 أجدنا جدول التناسب اكمل ملء الجدول التالي اول حاجة لازم نحوص على معامل التنسب او ندروا طريقة نقولها لكم هذا في هذا يساوي هذا في هذا هذا في هذا يساوي هذا في هذا انا ندروا طريقة تنزوج والتي يجيكم سهلة طبعا دي الله انا نبدأ طريقة هذه كما نقولوا الدرب يلا اذا عندنا مئة وخمسون درب اثنان مئة وخمسون نضربها في اثنين تساوي وعدنا هذه مئة درب نقطة طبعا هنا عندي نقطة مئة درب نقطة يساوي هنا نفس النتيجة اذا نضرب اولا هذه عدنا صفر عشرة اثنان ثلاثة اذا نجد ثلاثمئة ثلاثمئة مئة وخمسون درب اثنان يساوي ثلاثمئة اذا احنا ايضا ثلاثمئة باش نصيب هذه لازم نقسم هذه على هذه باش نصيب هذه اللي هي هذه اذا ثلاثمئة قسمة مئة يساوي طبعا كم ثلاثة لان هنا مئة في ثلاثة ثلاثمئة مئة وخمسون في اثنان ثلاثمئة اذا صحيح هنا نروح نفس الشيء هادي في هادي يساوي هادي في هادي اذا نكتب العملية مئة وخمسون مئة وخمسون درب سبعة تساوي وعدنا ثلاثة درب نقطة درب نقطة تساوي هنا نفس الشيء اذا دي العملية تاعي هادي اذا سبعة في سفر سفر سبعة في خمسة خمسة وثلاثون هنا يا عشرة جيني ألف وخمسين اذا هادي ايضا رح تكون لألف وخمسين قلت باش نصيب هذه لازم نقسم هذه على هادي اذا ألف وخمسين نقسمها على ثلاثة كم يساوي اندي العملية تاعي اذا نجي ثلاثة مئة وخمسون ثلاثة مئة وخمسون اذا هنا احنا نعمرها اعفوا هنا احنا نعمرها ثلاثة مئة وخمسون ثلاثة كنت ضربها في ثلاثة وخمسون ثلاثة مئة وخمسون نصيب ألف وخمسون ومئة وخمسون كنت ضربها في سبعة نصيب ألف وخمسون هنا أيضا نفس الشيء يضرب هذه في هذه يساوي هذه في هذه الآن سنحاول أن نندي طريقة المعامل لن نكمل الجدول تاعي بهذه الطريقة سنكمل الجدول تاعي بطريقة المعامل إذن لاحظوا هنا 2 فاش ضربناها باش صبنا 100 2 فاش ضربناها باش صبنا 100 إذن في 50 إذن معامل التناسب تاعي هو خمسون رح كامل الجدول إما نضرب في خمسون إما نقسم على خمسون قلت لكم للتحت من الفوق للتحت نضربو ومن تحت الفوق نقسم إذن نحطو هنا يا مثلا نرح الفوق قلنا من تحت الفوق فاش نقسم إذن 750 نحن نقسمها على خمسين اللي هو معامل التناسب يلا ندير عمليتها ثم نقسم إذن نقسم إذن جدني 15 إذن نحسب الخوف أننا حسبوا أنتم معاملتها معايا واحدكم إذن هنا جدني 15 محتو هنا يا الآن هنا باش نبط تحت لازم نضربها في خمسين إذن 50 نضرب 50 إذن جدني 2500 2500 2500 وحنايا رح نطلع الفوق إذن نقسمها على خمسون إذن جدني 20 حسبوا معايا لاني شانا 20 وحنايا رح نضربها في خمسين رحي نحوص عليها تحت إذن 99 نضربها في خمسين 4950 4950 أرى أنا عملنا الجدولتان لاحظوا لو كانت حاولوا أنكم هذة الطريقة اللي يريدها لكم هنا يا لو كان هنا يا ثلاثة نضربها في خمسين نحنسب 150 حالتوا وهنا يا سبعة لو كان نضربها في خمسين نحنسب 35 طريقة اللي يريدها لكم الأولى هذه إذن كان طريقتين ممكن أنها أفضل طريقة لكم أنكم تحوصوا على معامل التناسب أو ممكن هذة الطريقة يعني أنتم شوفوا طريقة لتساعدكم مهم وكان طرق أخرى يعني جدول التناسب فيها عدة طرق عدة طرق يعني كان طريقة الجماعة كان طريقة من هنا لأخير كان بزاف طرق لكن أنا نفضل هذة الطريقة لأن هذة الطريقة رح تجمع لكل الطرق ما رح نحصل في حتى يعني الجدول تاعي رح نعمرون عمر مهما كان صعب هذة الطريقة رح تسهل الجدول هذه هي نوصل إذن التمرين الثالث أكمل الجدول التالي حيث ثمن الكيلوغرام الواحد من البرتقال هو مئة وعشرون دينار لاحظوا هنا رهم أعطونا معامل التناسب لأنه ثمن الكيلوغرام الواحد كيلوغرام واحد هو مئة وعشرون يعني طاولنا الكيلوغرام الواحد خلاص هو وليمثلنا معامل التناسب لاحظوا هنا اثنين إذن قلنا مئة وعشرون اثنين باش صابوا مئة وعبعون إذن قلنا لتحتنا نضربو ولفوق نقسم إذن فوق قسمة وتحت ترب إذن اثنين فاش ضربوها بس صابوا مئة وعبعون أكيد ضربوها في مئة وعشرون هنا يكاينزوش كيلو كيلو واحد بمئة وعشرون إذن هنا اثنين ضربوها في مئة وعشرون صابوا مئة وعبعون معامل التناسب معامل التناسب تحنا هو مئة وعشرون طب هنا إذن رح نواصل كامل جدول التاعي نعمره بمعامل التناسب هنا نضربها في مئة وعشرون جني تسعمية وستين إذن نحسب ما نشن أنه فقط بربح الوقت هنا الفمائتين قلنا لفوق نقسم إذن نقسمها على مئة وعشرين دائما جني عشرة عشرة في مئة وعشرين سي الفمائتين هنا نضربها في مئة وعشرين ديني الفين واربعمائة وهنا رح نقسمها عفوا عفوا هنا رح نضربها أيضا في مئة وعشرين غلط إذن نرفق للتحت قلنا نضربه ديني حداش من الف وخمسمية وعشرين حداش من الف وخمسمية وعشرين إن شاء الله بركمتوا الحيزب ليشا إذن أراني عمرت الجدول أتاعي سهل جدا إذن كتلة ستة قصص هي مئة غرام وكتلة 18 قصص هي 300 غرام اعتمادا على المعطيات السابقة أكمل الجدول التالي وفي الأخير هل هذه الوضعية هي طبعا وضعية تناسبية لحظوا أطفال هذا هو الجدول إذن باش نعمر الجدول تعودنا أن ننضير طريقة لكتلكم عليها يعني هذه الدرب يعني هذه في هذه تساوي هذه في هذه إذن باش نصيب هذه لسن نضرب نضرب هذه في هذه نقسمها على هذه نصيب هذه أو العملية ثلاثية أو نجبدو المعامل هنا لدينا خانتين رغم معمرين الفوق والتحت إذن نشوف فج ضرب 6 بصب 100 وفج ضرب 18 بصب 300 ونستخرج معامل التناسب في هذه الحالة أطفال لو كنحاول أن نستخرج معامل التناسب سنصيب بالفاصلة 6 باش صبنا 100 ضرب نضرب ها في 6 600 وفي 6 666 نفس الشيء هنا 18 باش صبنا 300 ضرب نا ها في 16 6 6 6 نضرب ها 16 6 هنا إذن هنا لنسيساعدنا معامل التناسب هنا لنسيساعدنا نهائيا لأنه عدد 10 لا يساعدني لنسيساعدنا 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 من 6 طبعا ضربوها في 2 من 6 لـ 18 فاش ضربوها في 3 من 6 24 فاش ضربوها في 4 ومن 6 لـ 30 فاش ضربوها أيضا ضربوها في 5 ومن 6 إذن 6 في 2 12 6 في 3 18 6 في 4 24 6 في 5 30 هنا عدنا 60 أكيد ما شح يضربوه 6 في 6 بيصيبوه 60 إذن تبدلت فاش ضربنا 6 باش صبنا 60 في 10 120 وفاش ضربنا 6 باش 120 طبعا في 20 إذن ضربنا في 2 ضربنا في 3 ضربنا في 4 ضربنا في 5 من بعد ضربنا في 10 وضربنا في 20 لاحظتوا إذن نفس الشيء هذا كامل سنتبقوه تحت إذن 100 نضربوها في 2 كاما في 2 من بعد ضربوها في 3 كاما من بعد ضربوها في 4 من بعد نضربوها في 5 كما نnoxح هنا كامل من بعد ضربوها في 10 وهنا كامل ضربوها في 20 ونعمر جدوي أتعي كاملا как ندرب لك المائلة مائة تضربها 200 مائة تضربها في الـ 3 300 مائة تضربها في أربعة 400 مائة تضربها في خمسة 500 مائة تضربها في عشرة 1000 1100 مائة تضربها في عشرين أمتلك سؤال اخر هل هو جدول تناسبية؟ اكيد هو جدول تناسبية على كل حال عندهم نفس معامل التناسب هذا نضربها في 16.6. هذا نضربها في 16.6. هذا نضربها في 16.6. هذا ومناسبه هذا فهذه طريقة أخرى لنعمروا جدولة تناسبية إذا لم يساعدوني الطرق الأخرى يعني طريقة التي قلت لكم عليها هذه أو طريقة إيجاد معامل التناسب إذن ممكن أننا نشوفوا مليح نلاحظوا مليح الأعداد التاعي ونشوفوا طريقة لتبعوها نتبعها في الخانة التعتمين هذه أطفال أعزاء أتمنى أنكم فهمتم مليح اليوم أتمنى أنكم توفق في دراستكم نخليكم في أماني لا يخفضه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته